بمناسبة أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنيس بيدعيكم الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة واللجنة المسكنية للشباب في لبنان للقاء صلاة وتأمل تحت عنوان أعطيني لأشرب تفاصيل أكثر حولها الحدث مع جوفنا برحب سيد جورج شباب أهرسل فيك جورج حضرتك من جماعة الحياة الحقيقية في الله true life in God وبرحب كمان بسينتيا أرب كيريان أهلا وسهلا فيك سينتيا حضرتك من رابطة الطلاب الجمعيين الأرمان الأرثوديكس لبيت كليكيا أنتلياس أو أكيوزا أنتوا من منظمي هالحدث السنوي اللي دايماً بتم بين 18 و25 كيانون الثاني النشاطات ابتدت وضمن هالنشاطات اللقاء راح يتم ب23 الشهر يعني ليلة الجمعة تحت عنوان لقاء صلاة وتأمل أعطيني لأشرب بداية عرفنا سيد جورج عن الـ WSTF ونشاطاته الـ WSTF هو الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة هو من أقدم الحركات الشببية وأول منظمة للطلاب الدوليا سنة 1895 تأساس وحالياً في أكثر من 200 ألف عضو وكان عنده مساهمة بإنشاء مجلس كنائس العالمي ويشتغل أكثر شيء على العمل المسكوني بيهتم بالعمل المسكوني وفي ست أقليم من بينهم في أقليم شر الأوسط الذي يهتم مركزه ببيروت ويهتم بتنظيم هذه اللقاءات ضمنه في اللجنة المسكونية التي يهتم بجمع هذه الحركات من كل الكنائس لتنظيم نشاطات بأسبوع صلاة من أجل وحدة الكنائس نعم وضمن نشاطات سهرة الجمعة سبع المساة لقاء صلاة وتأمل للشبيبة أكيد هلأ هو عنده عدة نشاطات من ضمنه هو بأسبوع الوحدة في عنا هيدا اللقاء اللي بيكون بـ 23 رح يكون 23 بكنيسة سيدة البير سن الفيل ساعة سبعة عشر مدت اللقاء حوالي ساعة ونصف تقريبا موجه للشباب أكتر ولكن مندع الكل يجو تنشارك غنى بعضنا البعض في لقاء تاني بنظمه WSF كمعا مع باقي الحركات الكنسية هو بفترة عيد الفصح نعم بيكون اسمه اللي نفرح معا بالقيامة وهدفه هو اللي نطالب بتوحيد تواريخ هيدا الفصح لحتى نشهد كل الكنيس تشهد لالكنيسة الوحدة للمسيح مع بعض أو ليفرحوا سوا وفعلا إنما بيكون العيد موحد أو عيد السئة بالرزنامة بيكون موحد العيد بيكون فرحة غير شكل كل الكنيس بتكون مبسطين وكل المؤمنين عبير ما تتزامن كل العيد وهذا اللي قاعد هيدا هدفها المطالب بتوحيد تواريخ هيد الفصح لحتى نعيد سوا بدنا نتعرف شوي أكثر على التحضيرات اللي تم تقابل هاللقاء بالزيت لقاء الصلاة والتأمل للشبيب وكمان برنامج هالنشاط سينتيا أكيد مثل ما ذكرت أنه أسبوع الصلاة من 18 إلى 25 الشهر 23 الشهر كمان في لقاء بكنيسة سيد تلبير في نشاطات كتير كتير كبيرة في موضوع كتير كبير بدمن هاللقاء بيشارك عشر جمعيات مثل كل سنة من عدة طوايف من عدة رعاية هدف من هاللقاء أكيد نزرع المحبة والسلام والإيمان أهم شيء نزرع الإيمان مثل ما قال يسوع المسيح أنه إذا عنا مثل حبة الخردل الإيمان كحبة الخردل فينا نهز الجبل من محلة تانية فالهدف مننا أنه نزرع الإيمان بين الشبيبة ونوحد بينهم جورج شو يعني الوحدة وحدة الكنيس وشو بيمنع أنه تكون كل الكنيس موحدة بلبنان للأسف اليوم بعدها الكنيسة عم تتعيني من الإنقصام والإنقصام من هو من الله هو اللي صلى ربنا من البشر أكيد من الأخر للأسف لأنه هو اللي صلى بإنجل يوحنا ليكونوا واحدا ونحن عنا إيمان كبير أنه هذا لحي يصير لأنه كلام الرب وصلاة الرب رح تتم فاكر مالهيك دايما نصلي ونترجع بيقصبوا صلاة من أجل الوحدة أنه يمن علينا هالنعمة أنه تتوحد الكنيسة كلها وحدة الكنيسة هي منا بالحرف وحدة الكنيسة اللي ستكون بالقلب أنه لما بحب أخي والكنيسة الأخرى ذات المحبة اللي بحب خي والكنيسة ذاتها هذه بتبلش هون عملية الانفتاح على الآخر وهون ببالش نتشارك غنى بعضنا لبعض ونوصل بالآخر للشركة الوحدة يلي سيحققها رؤساء الكنيسة النهاية اليوم نداء البابا عم يتوجه بالإيمان والتواضع والمحبة اللي عم يتوجه فيها نحو الكنيسة الأخرى عم يتوجه نحو وحدة الكنيسة ونحن مقاملين أنه إن شاء الله تصير عيامه لهذا البابا حتى نصلي كلنا سواء مش مش هلوحدة الكنيسة مش هلوحدة الكنيسة مش هلنصلي مش هلنطوبة مش هلنطوبة مش هلنطوبة نتقدم أكتر بحبنا للرب نعم نتأمل مع كل النشطات اللي بتقوم فيها سينتيا بالرابطة خبرين شواء عن النشطات اللي عم تقوم فيها حتى تتربوا أكتر نحو هالهدف نحو الوحدة اللي عم تطمحولها نعم هالأغلبية الموجودين بالرابط عندنا هن طلاب جميعيين أكيد كلنا عندنا مسؤوليات جميعية مسؤوليات دراسية في منهم كمان تخرجوا من الجامعات بالسلك المهني كمان أكيد لازم نذكر نحن من الرابط أنه حد مسؤولياتنا الدراسية عندنا مسؤوليات دينية ما لازم ننسى أن هذه الأسبوع الوحدة بتذكرنا لنصلي كمان بالرابطة كمان في عندنا محاضرات نتعرف على الدين نتعرف على الرعاية الأخرى هدف من المحاضرات كمان أكيد نتعرف ونقبل الآخر جورج هاللقاءات كلها بتستهدف مفتوحة لجميع التليو لكن جميع لكل المؤمنين ولكن هيدا لقاء شبابي ولكن بنضي على الكل إذا بيحب يوجه جمالا اتحاد العالم المسيحي للطلب يهتم بهاللقاء هيدا اللقاء شبابي ولكن مجلس كانت الشرق الأوسط مع اللجنة الأسكوفية المسكنية للعلاقات المسكنية بكركي بيهتم بتنظيم عدة لقاءات بكل لبنان مرعوا على الشاشة شاهدنا هون مرأوا بعدد مناطق بجنوب بالشمال بعدد مناطق هذه وفيه ثلاث لقاءات رسميين يلي كان الافتتاح اللي كان بكنيسة مارفرام للسريان الأورتوديكس بالأشرفية اللي مرأ بـ 18 كنون وفيه لقاء نهار الجمعة نحن بـ 23 وفيه اللقاء الختام بـ 25 كنون ليش كنتم حارسين أنه تم هاللقاءات أو الصلاة والتأمل بكل المناطق اللبنانية لأنه نحن نركز قد ما فينا على الانفتاح والانفتاح هو اللي بيوصلنا للوحدة لما أنا بنفتح على كل الكنيس وعلى كل المناطق وعلى إذا بديك تشارك بخبرة الآخر يعني الآخر اللي عم بيش تشارك اللي عم بيعيش خبرة معينة إذا بيشاركني فيها بيغنيني وأنا كمان إذا عم بعمل خبرة مع الرب تشاركت فيها مع أخي بيغتني والانفتاح بيوصلنا بالآخر للوحدة للسلام للفرح وصدقيني عم نعيشها الوحدة منا بالكلام يعني عم نعيشها لما نحضر نحن بحاجة لإلا كمان وسط هالضغوطات اللي عم نعيشها لأوقات تدخلينا للأسف نبتعد شوي عن إيماننا رأي الإنسان يرجع لجوهر هالحياة يرجع يكتشف فعلا دعوة الله لأله لأنه نخلق لليحبه ولازم يعيش هالمسيرة التوبة يرجع يوصل لعنده ووقت تركزي هالجوهر تسقط كل أشور نحن نجرب أن نعيش الوحدة ليس بالحكية التحضير للإلقاء كان فرح كبير لألنا العمل المسكوني هو حتى بالتحضير بين كل هالجماعات يعني مثال لها الوحدة اللي عم تسعولها صح عم نعيشها وهذا اللي مندعي الكل أنه يعيشوا الوحدة نعم بدنا نجدد الدعوة أكيد للشباب وكمان لكل اللي حابين يشاركوا بها الحدث التأمل المميز نهار الجمعة 23 كنون الثاني بكنيسة سيدة البير بسن الفيل دعوة مفتوحة للكل أهلا وسهلا فيك شكرا شكرا في المجتمع اللبناني